هذا كان أهم حدث بهذا الأسبوع استنفار أمني في محافظة المثنى بعد هروب سجناء فرار 21 سجينا من مركز الهلال في المثنى فراري نحو 21 سجينا في سجن ناحية الهلال المخصصين المدانين بتجارة المقدرات عليهم أحكام ثقيلة مؤبدة ممن يتاجرون بالحبوب المخدرة هربوا بعد ثالثة فجرا بعضهم عشرة وخمس سنوات بتهم المخدرات اشتركوا في القناة ويمكن المساجين ليسوا دعاية لقوة المخدرات مالتهم بحيث منتشروا المسجن وتتعاطاها تخليك ترجع للبيد تجي الحكومة تلقي القبض عليك تقولون باب عليها لك تفتحلون باب ايش رايد عيني تفضل حبيبي انت تفضل لا لا والله تفضل لا والله انت تفضل لا انت تفضل تتفضل انا هسه عرفت ليش لزمه اساسا اغبياء كل شي الشباب جدا همزين بابلو اسكبار ما لاحق عليهم كان سخصة مسلسلة من اول حلقة المهم اللي صار صدق هو انه تجار المخدرات اللي خططوا لهذه العملية كانت تكون سيارات برة تنتظرهم برة السجن اخذتهم وراحة وما حد لزمهم دولة الزغار اللي طفره ولزمه قسم منعدهم وراها الحادثة طلع المحافظ ناشد الخيرين والطيبين واهل الرحم طالب يسربي قول المنزل اللي استثمارات باقي العزية اللي يبقي طبط على أي شرط معك السجن المكافأة مجزية ومترقي أي دورية على واحد مئة ثلاثة أربعة لهم مكافأة مجهة من قبل المحافظ وله قدر المستمرين حتى لنقل قبض عليهم لهم حمامنا على من يأثر على تاج المخدرات على من يأثر على تاج المخدرات يرجى أن يده بدلوه ويسلمه إلى مركز المفقودين أمضيعين الشمسجون في سبيل الله الله يخليك يوم عشر مساجين الله يزوجكم طيني مسجون طيني شارك تحيات أخوكم أحمد منفي من المثنى ولكم الأجر والثواب والجائزة المالية وكل طبيعي بصراحة وكل طبيعي المؤسسات الأمنية تناشد الأهالي من يشردون مساجين وترصد مكافأة مالية ويجيبون الشعب ويقلبون الشعب صوائدي جوائز صائدي جوائز بس أنا عندي مشكلة ويأي واحد يقول ما رح ننام حتى نشتغل أولاً اللي ما ينام يبقى مطفه ما يقدر يشتغل ثانياً آخر واحد قال العراق اللي أنام حتى نكتشف قتلة هشام الهاشمي نام وقعد ونام وقعد ونام وقعد وكل شي ما أكو ها حليم سامعني يا حلحل امركز ويا يا يا لوم امركز ويا